وطبعا الاهمية انه يتاخد قرارات الدولة النهاردة بتواجه باجراءات ما بعد 10 فبراير فيه اجراءات بتتاخد طيب فيه قانون بيتعمل النهاردة قانون واضح جدا تحدث عنه الرئيس الوزراء وتحدث عنه السفير نادر سعد معانا الاسبوع الماضي بتفاصيل كثيرة ايه القانون ده ايه الاجراءات اللي بتتاخد العقوبة اللي ممكن تقع على مواطن النهاردة او على شخص النهاردة بيبني على ارض زراعية بيتاخد اجراءات وديه محكمة جناد بيكون جريمة مخلة بالشرف لو في وظيفة عامة يترفد منها لو بيقدم على وظيفة عامة لن يقبل فيه هذه الوظيفة اجراءات كثيرة واجراءات راديعة عشان نصل الى حل وتاني بقول لها اخطر ملف النهاردة او من اخطر ملفات الدولة بتشتغل عليه الارض الزراعية والبناء على الارض الزراعية اللي هو بيهدد الرقعة الزراعية المتبقية اللي باقي من الارض القديمة الارض السمراء او الارض الخصبة اللي موجودة عندنا واللي بنتكلم على تسعة مليون فدان موجودة عندنا النهاردة بتعمل مساحات اخرى اضافية ولكن بتكلفت كتير جدا هنتكلم هنفتح مداخلات هنتوصل مع عدد من سادة المحافظين خاصة وممكن محافظات اللي فيها اا 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 تعديات كثيرة جدا مازالت حتى اليوم ايه اللي بيتم النهاردة وعاز اقول لحضراتكم من غير يعني اقول اا يعني حاجة سرية يعني جزء 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 من تقييم السادة المحافظين والمسؤولين في كل قرية ونجعة ومدينة ومحافظة هيكون تقييم بتعمل ايه في المحافظة بتاعتك خدوها مني كلمة مهمة تقييم في اي اجرات جاية في اي تناقلات في اي تغييرات في اي في اي عملت ايه في هذا ملف لانه خلي بالك كل يوم الاقمار الصناعي عملية رص يومية بترفع المساحات وتحدد ايه اللي حصل النهاردة التغييرات اللي حصلت النهاردة فالتقرير ده بيروح لكل الجهات المعنية في الدولة من اول رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اه الدفاع الداخلية التنمية المحلية كل محافظ بيروح له هذا العرض المساحة العسكريه كله بيبقى موجود اه وزارة الزراعة الري كله عندهم كل يوم بيوحصل ايه في التغييرات اللي موجودة على الارض الزراعية كل يوم فيعني محدش النهاردة عنده حجة انه تقولش ان انا ما عرفش انت بيجي لك التقرير اليومي طب اتعاملت معاه ازاي مجرد ما يجي لك التقرير ده تتحرك اي تعدي جديد او اي تغير جديد لازم تواجهه لازم تقوم بالازالة فورا هيكون بقول ادي لو انتوا شايفين التقارير ده اللي كان الرصد ده اللي كان من سنة او اكتر من سنة اللي كان رئيس الوزراء عرضه وكنا موجودين مع سيادته في محافظة القليوبية في بنها تحديدا العرض اللي قدام حضراتكو ده بيحصل النهاردة مش هوب عندك الارتفاعات دي ولكن على الاقل انك حتى لو تعمل بيت او تبني اي حاجة نهاردة ولكن كمان مطلوب الحكومة لازم تتعامل مع الاحوزة العمرانية لازم تقولي ايه هو ده وايه هو ده كمان لازم يبقى احنا احنا بنقول المواطن عليه دور وعلينا احنا كدولة كمان وحكومة علينا دور اخر لازم نتكلم عليه لازم نفتح عزم لازم نخلص التصالحات لازم نخلصها ولازم نحل هذا الموضوع اثنين وتمين من عشرة لما يبقى خلص تلاتين الف ولا خمسة وتلاتين الف من اثنين وثمانين وعشر يبقى احنا ما عملناش ولا حاجة لحد الوقت لازم كمان احنا علينا كمسئولية الحكومة البت سريعا في موضوع التصالحات وخاصة لو انا بتكلم على القرى القرى خلاص واخد قرار وانه كله قرار واحد التصالحات في القرى طب هل حلت القرى ما تحلش القرى علينا وقلنا للناس الناس اللي دفعت النهاردة فلوس الخمسة وعشرين في المية لازم اقول لهم يا اه يا لا لازم نحسم هذا الملف وانا بتكلم النهاردة على اللي هيبني انا بحسبه انا كمان حضرتك قلتلي فضل لو سمح قدم تصالح تصالح ويدفع خمسة وعشرين في المية دفعنا خمسة وعشرين في المية بقلنا اكتر من سنة عملنا ايه في الخمسة وعشرين في المية بقلنا اكتر من سنة لازم تقول المواطن كمان انا في الجدية طالما انا قلتلك تقدم يبقى انا عندي هزي الجدية يقول لي ما كناش من الاول قل لي نعمل تصالحات عملنا تصالحات يبقى علينا كمان ندخل نحل ويبقى فيه قرار واضح خلصنا الجزء الاولاني ونبدأ الجزء التاني خلصنا الريف ادخل على الريف خلص الريف الريف واحد قرار خلاص خمسين جنيه للمتر نخلص الريف طبعا رقم واحد وبعدين نروح للمدن رقم اثنين ونخلص كل ده يبقى منحل الملف ده بالكامل طالما احنا داخلين في هذا الامر عشان فيه ناس بيقولك طب ما انا دفعت بقالي سنة وسنة وشوية عملتلي ايه عملتنوش حاجة خد الرقم عشر ولا اسمه ايه رقم عشر لاستمرت رقم عشر من كم واحد خده خمسة وتلاتين الف واحد من الاثنين وثمين وعشر مليون مواطن ولا شيء في الرقم الكبير ده ولا حاجة الخمسة وتلاتين الف لا احنا عايزين الاثنين وثمين وثمين وعشر يبقى عندي مليون خده واحد ونصف مليون اتنين مليون ونقدر نصل للرقم السحري اللي احنا بنتكلم عليه لو نتكلم على رقم يقترب من سبعين ثمانين مليار جنيه اذا خلصنا قضية التصالح مع المواطنين بمنتهى الدقة